اجا هلا عندنا السؤال بدنا نكتب الصيغة الجزائية والبنائية للبروبين اول شغلة لازم انا اعرف لبروبين عبارة عن كم ذرة من الكربون هو عبارة عن ثلاث ذرات من الكربون وبما انه ينتهي بالمقطعين اذا هو ينتمي لعائلة الالكين فكيف بنكتب اول اش الصيغة الجزائية بنحكي سي ثري اتش اديش بدا تكون عدد ذرات الهايدروجين اذا اتش اذا الكين عفر رح يكون الهايدروجين ضعفه فرح يكون الهايدروجين ما له ستة هاي هي الصيغة الجزائية تعالوا نكتب الصيغة البنائية شو يعني الصيغة البنائية يعني انا بدي ارسم المركب الموجود عندي هاي اول ذرة كربون التانية التالتة بما انه عندي انا الكين وهذا الالكين اسمه بروبين إذن لازم أنا أحط رابطة ثنائية إنت حر كونه ما حكى لك مثلا واحد بروبين هذا بتاخده بالمراحل المتقدمة يعني بالتوجيه بتاخده بالمراحل المتقدمة فإنت حر وين ما بدك تحط الرابطة الثنائية حطها إذن أنا بدي أحطها هاي في عندي ذرة الكربون الأولى التانية التالتي أنا أبدأ أحطها بين الأولى والتانية حيني رسمت رابطة ثنائية ليش رابطة ثنائية؟ لأنه كان في عنا إحنا إشي اسمه بروبين ينتهي بالمقطع إين يعني ألكين تعالوا هلأ نوزع الهايدروجينات هلأ كل ذرة كربون تعمل أربع روابط طب هاي ذرة الكربون عملت رابطتين كم الرابطة بيضل عندها بيضل عندها تنتين هاي إتش وهاي إتش صح ولا لا نكمل ذرة الكربون التانية كم عدد الروابط اتذكروا يا عاشر إنه ذرة الكربون تحتوي في مدارها الأخير على أربع إلكترونات اللي هو إلكترونات التكافؤ قادرة على عمل أربع روابط نكمل إذا ذرة الكربون التانية عملت مع الأولى رابطتين ومع الثالثة أكيد لأنهم كلهم متصلات مع بعض ثلاث روابط بيضللها كم من رابطة وحدة منحط هيدروجين طب الثالثة كم عدد الروابط اللي عملتها عملت وحدة عشان تستقر بدها ثلاث روابط بتعملهم مع الهايدروجينات حتى تستقر تعالوا نتأكد من عدد الهايدروجينات واحدة تنتين تلاتة أربعة خمسة ستة إذن أعطاني سي ثري أتش سيكس اللي هو البروبين ترجمة نانسي قنقر